السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى الفيديو سنرى الانهار بين الانهار سينيتيك و الانهار سنرى ما هو المعنى و الفرق بينهم و سنرى الانهار لدينا واحد الرسم يعني لدينا واحد الكرة يعني حاولنا نصفتوها بواحدة اعطيناها واحدة فيتاز بواحد صفتناها طلعناها الفوق تكون غادا و تطلع حنا دابعنا في الول من اللي كنشدوها الكرة ديتنا اللي كتكون في حالة سكون و كندفعوها يعني الفوق كتولي عندها واحد انيرجي اللي كتسمى بطاقة حركية اوكي كتولي عندها واحد طاقة حركية اللي هي انيرجي سينيتيك دونك هنا في الول كتكون عندنا واحد انيرجي سينيتيك كنعطيها و كتكون في الحالة ديال ماكس ماكسيموم اللي حسبتك الجد اللي اعطيناه احنا في الول تخيبين ما شنو كنلاحظو على ان هاد الكرة واش كتبقى طلعا حتى اللانتيني لا نورمالما انها كتطلع و كتبقى غادية و كتنقص فلافيتاس ديالها حتى كتوصل لواحد العلو و كتحبس من بعد كتبدا كتتهوز للتحت اوكي هنا اشنو كيترى يعني هاد الكرة من اللي كتكون كتتطلع في العلو كتطلع الفوق انفوا كتكون كتوقف يعني الانيرجي سينيتيك ديالتها كتكون ثلاث يعني ثلاث هنا انيرجي سينيتيك كتكون من و اتقال زيرو جول ثلاث ثلاث لكن هنم اللي كتوصل في هاد العلو اشنو كيترى يعني الكرة كتجي و كتعود التهوز للتحت دونك كتولي عندها كنتلقى بقي عندها واحد الانيرجي اخرى يعني بقي قدرة تتحرك اوكي دونك هاد الانيرجي اللي كتكون كتتولد في هاد البوزيسيون في هاد العلو كتسمى بطاقة الوضع ثلاث ثلاث كتسمى اش كتسمى بطاقة الوضع ليه اينرجي دو بوزيسيون و بيان كتنقولوا لها اينرجي پاتنسيل دونك فهاد العلو غدا تكون هادنا واحد الانيرجي اسمتها پاتنسيل اوكي دو بوزيسيون دونك فهاد الحالة هاد يتكون ماكسيمم يعني في الحالة ديلت الحالة القصوى من بعد شنو كترى هاد اينرجي نتحرك طاقة الوضع فتحرك هذه الكرة لتحرك لنحو الأسفل مالي تكون غادا و تهوذ أشنو كيترا؟ يعني هذه الطاقة الوضع تحول الطاقة حركية يعني هذه الطاقة الوضع اللي ينذبها عند هذه الكرة في هذه العلوم تبلي عبارة عن طاقة حركية هي اللي تحرك الكرة لنحو الأسفل حسنو كيترا؟ حسنو كيترا؟ طاقة حركية الوضع تهوذ لنها تكون غادا و تزاد تكون تعلق بلا فيتس حتى تصل إلى تحت مالي تتلقى مع صول يعني الأرض كيترا بينتهم هنا واحد الشوك اللي يخلي ديك الانيرجي السينيتيك أنها تأنول مفهم؟ مزيان احنا الانيرجي السينيتيك اللي كنعرفو تكون مرتبطة قلنا بلا فيتس لارولاشن ديالتها هي 1 sur 2 fois M fois V au carré اوك M اوك M كتكون 1 كيلوغرام لارولاشن ديالتها هي 1 sur 2 كتكون 1 كيلوغرام مزيان بالنسبة الانيرجي بوتانسيال كما كاللاحظو بحث الفكرة أخرى يعني قلنا في هذا العلو كيكون الانيرجي بوتانسيال يعني كيكون في الماكسيموم ملي كيهود هنا كيكون عندنا انيرجي سينيتيك ولي في الماكس مي انيرجي بوتانسيال غدا تكون من اتقال زر واضح واضح يعني كتكون 1 كيلوغرام هاتجي هي الجرافيتة اوكي جدا تتقالا لي كتكون 1 نيوتان 1 كيلوغرام وبالنسبة لهوتر يعني كتكون 1 متر والانيرجي كتكون 1 1 جول اوكي طريق بيان دونك هنا يعني اللي اعطيته معايا هو كان واحد العلاقة بين هاد الانيرجي سينيتيك والانيرجي بوتانسيال بحيث هنا في التحت قلنا عندنا انيرجي سينيتيك ملي كندفعها كتكون عندها واحد طاقة حركية قصوية نتلقى ذيك الافيتاس اللي اعطينا احنا في الأول ملي كتكون كتطلع يعني كتكون غدا وكتنقص مثلا جدت هنا في الوسط اشغالي كتكون عندنا في الانيرجي سينيتيك غاليتكون قد فيها غير 50% يعني في هذا العلو غالتكون عندنا فقط 50% ملي غاتوصل لهذا العلو يعني الانيرجي سينيتيك غالتكون تقابد بالتالي غالتكون كتساوي 0% ليجلنا ان السيغل تكون كتساوي 0 ملي هادك الانيرجي سينيتيك ملي هاشترا لها كاللاحظة على انها تحولت الانيرجي سينيتيك طاقة الوضع حيثنا عندما تكون في الماكسيموم يعني كنا في 100% 100% انيرجي سينيتيك فيها فقط 0 ما هي يعني كنا 0% دمنا امي ونقضر اريد الانيرجي سينيتيك ومن المنتظر يعني كتن تكون في الماكسيمين كما لاحظوا يعني كتن تكون الانيرجي السابق مرتبطة باللاووتر بالارتفاع يعني هذا الارتفاع بما انه تزاد كبير يعني هذا الانيرجي السابق سينيتيك تزاد هذه is a gravity تكون ثابتة تكون ثابتة على حساب القرى وقتما تزاد الارتفاع وقتما تزاد طاقة الوضع في هذا الالو ستكون لدينا energy potential equal to 50% يعني هذا الطاقة سينيتيك تحولت energy potential وفي هذا الالو سيكون هنا 0% سينيتيك but energy potential سيكون لدينا 100% واضح انطلاقا من هذا الملاحظة وهذه الملاحظة لدينا واحد العلاقة يعني energy total ستكون energy سينيتيك plus energy potential وهذا energy total هي اللي كنرمزوليها أيضا يعني energy كتبوها energy mechanic واضح هي الـ energy mechanic دونك هاديها كتسوي EC plus E P P واضح الشباب دونك هادشي اللي لدينا حاليا في هاد المعنى ديال energy سينيتيك e energy potential حاولنا نشرحو الفرق بيناتهم في المعنى ديالهم في الconcept ديالهم انتمنى تكونوا استفتلتوا معنا في هاد الفيديو كانتكم شي اسئلة شي اقتراحات بغيتون نخدمو شي ايكزي غسي يسوي لو شي حاجة يمكن لكم دخلوها ليه في كومنتر اوكي ما تنساوش تضغطو على زر لايك تشجيعكم لنا على تقديم المزيد اشتركو في القناة إلا كنتو اول مرة تتبعونا فلاش شين و الى فيديو مقبل بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر